التوصيات بعد كل الكلام الجميل اللي حضرتك وقلتوه ده وزي ما أستاذ محمد سيف قال له لو اتحقق منه 50% حقام مصر اللي هي بتجتهد وبتطور مستوهم بشكل فردي بشكل فردي دون أي مساعدات وأي إمكانيات فازة هتلاقوا 3 أربع حقام مقصرين الدنيا كابتن جمال الغندور راح كسر عالم مرتين محدش صرف عليه جنيه ومحدش طوره لازم الاهتمام زي ما الأستاذ حسن قال وأستاذ فاتح قال وأستاذ سيف إن إحنا من نفسنا نهتم الأول ونعرف إحنا وقفين فين ونصارح نفسنا وما يبقاش إحنا عندنا ردود جهزة مجرد إن إحنا بندافع عشان خطر اللجوم اللي علينا لازم نعترف إن إحنا كان عندنا قصور القصور ده سببه تغيير الإدارات المختلفة والثقافات الأوروبية ممكن ما تتمشاش مع الثقافات العربية لازم حضرك لما تيجي تجيب خبير الخبير دوت يبقى فيه متطلبات ويبقى فيه بنوت صريحة ولازم يبقى فيه متابعة من السادة المسؤولين في التحاد الكورة على البنوت ديت أول بأول هل بتتحقق ولا ما بتتحققش ولا هو وقت يمر وخلاص إحنا كحكام أنا بتكلم بصفة حكم سابق إحنا كحكام إحنا عندنا رموز كلنا واخدينهم مصال أعلى رموز كبيرة وكلهم خبراء ومسكين في اتحادات قرية كابتن جمالا الغندور في الاتحاد العربي كابتن عصامها الفتاح في فترة ريبة مازال محاضر في الاتحاد الدولي ومحاضر في الاتحاد الأفريكي وكان في فترة ريبة عيدوا لجنة حكام أفريكيا كابتن سابقا عثمان حاليا عيدوا لجنة حكام شمال أفريكيا مسؤول عن أربع خمس دول في شمال أفريكيا عن تطور مستوىهم وأداءهم إحنا نسيب الرموز اللي موجودين بدل ما نقرر نحن نعمل منهم لجنة وكل واحد منهم ينوزعوا الاختصاصات عشان يرتقوا لبلدهم بالمنظومة التحكمية هروح نجيب حد نديله مبلغ كبير مبلغ دوت لو اتصرف على التحكم نصه شهريا احنا نكون في المكانة تانية خالص هنكون في المكانة تانية خالص لو انت وفرت إمكانيات ببراتب شهر كبير تقريبا كم مليون جنيه مع كامل احترام وتقدير المستر برير أنا على مستوى الشخصي أنا بحبه على مستوى الشخصي لكن احنا الكابتن جمال الغندور والكابتن عصام عفتاح وكابت سيبيره عصمان ومش عايز انساء حد وكابتن محمد فاروق في الوقت الحالي محمد فاروق دلوقتي بقام بعمل رئيس اللجنة بقال له 13 شهر ما تصدرتش مشكلة في مبارياتنا أنا كنت يعني فاهم ان الناس كانت هتشيط بالتحكيم بالأداء التحكيمي في الفترة الوجيزة والسريعة ان انت قدرت تخلي الحكام يرتاقوا فاحنا احنا داخلين على مباراة كل الدعم لحكامنا طاقم التحكيم مصري كل الدعم لحكامنا ان شاء الله ان شاء الله كل حاجة هتبقى مصر ان شاء الله كل الدعم لحكامنا وكل الشكر للاندية اللي اربعة سيكاتهم في التحكيم المصري وان شاء الله رد الجميل للاعلام والمسؤولين على مسندتهم للتحكيم هكون في مباراة ان شاء الله واخر حاجة اقول للساس حسن فيها هل في مباراة في الدوري محلي العربي اقوى من سيمي فاينال كاس أمم أفريقيا لا سيمي فاينال في مباراة اكتر من سيمي فاينال احنا عندنا طاقم مصر حكم سيمي فاينال كاس أمم أفريقيا الأخيرة وقسر الدنيا احنا حاولنا واربع نهاية وحتى نهاية الأولمبياد